اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز مسارات علاقات صداقة والتعاون التي تجمع مملكة البحرين واليابان وتطويرها على كافة الأصعدة منويها بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبين الصديقين من مستويات متميزة وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مشترك والدفع به نحو أفق أرحب في شتى المجالات بما يلب تطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله عن بعد اليوم سعادة السفير هديكي إيتو سفير اليابان الصديق لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة حيث أثنى سموه على الجهود التي بذلها السفير الياباني وأسهمت في تعزيز العلاقات البحرينية اليابانية متمني سموه لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهمه المقبلة وتم خلال اللقاء مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليبية والدولية وبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب سعادة السفير الياباني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البحرين واليابان منويها بالدعم الذي لقيه طوال فترة عمله في مملكة البحرين متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء